هذا وأعلنت وزارة الأشغال العامة ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح يوم غد وأشارت إلى أنها ستعمل على تثبيت آليات في المناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية والحديث أكثر تنضم إلينا من عمان مراسلة المملكة عنود رشدات أهلا بك عنود مرصدته حول استعدادات فعلا وزارة الأشغال العامة ضمن خطة الطوارئ المعلن عنها نعم ريش بالتزامن مع التنبؤات الجوية المتوقعة ووقوع المملكة تحت تأثير منخفض قطوي سيبدأ بدءا من يوم غد الأربعاء أعدت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالها كحال باقي مؤسسات الدولة كلهم في اختصاص خطة طوارئ قصوى للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث أثناء وقوع المملكة تحت تأثير هذا المنخفض للحديث أكثر وللخوض أكثر في تفاصيل هذه الخطة تنضمعي على الهواء مباشرة المهندسة عروب العبادي النتقة الإعلامية باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان يعني مهندسة نتحدث عن خطة طوارئ أعدت للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث خلال وقوع المملكة تحت تأثير هذا المنخفض نتحدث قليلا عن هذه الخطة ستة العزيزي سعد مساكم بداية ومساء كل متابعين المملكة نتحدث عن منخفض جوي من المتوقع أن يؤثر على المملكة بمشيئة رب العالمين يوم غد فبالتزامن مع هذا المنخفض نتحدث عن إعلان خطة الطوارئ القصوى في وزارة الأشغال العامة والإسكان للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية فعليا كوادرنا العاملة بالميدان ضمن خطة الطوارئ ستكون مئة بالمئة جميع الكوادر موجودة في الميدان لدينا 98 فريق ميداني مزود بأفضل المعدات والآليات للتعامل مع المنخفض الجوي لدينا أسطولنا الخاص في وزارة الأشغال فيما يخص الآليات نتحدث عن 350 آلية موزعة على كل أنحاء المملكة بالإضافة إلى تفويض مدراء الأشغال ومدراء المكاتب العاملين بالميدان بصلاحية استئجار الآليات في حال استدعت الحاجة لذلك وأيضا زملائنا يمكن العاملين في كل المحافظات قاموا بالاستئجار والتجهيز للمنخفض بشكل احترازي اعتبارا من بداية هذا الأسبوع فإن شاء الله إحنا جاهزين في إعازة مباشر من معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بتثبيت الآليات في الأماكن الأكثر عرضة للثلوج والأكثر عرضة للمنخفض الجوي سنتحدث عن أجواء غير مستقرة وتنبؤات بتراكم للثلوج قد تحدث بعض الحالات الطارئة في مثل هذه الأجواء في حال ورود بلاغ من قبل المواطنين بأي حالة طارئة كيف ستتعامل الوزارة مع هذه البلاغات وفي حال وجود أي حالة طارئة كيف يستطيع المواطن إيصال هذه الحالة وهذا البلاغ إلى غرف العمليات التابعة للوزارة في غرفة الطوارئ الرئيسية هي تم تفعيلها بالتزامن مع الحالة الجوية لدينا غرفة طوارئ الرئيسية موجودة في مركز الوزارة و14 غرفة عمليات في كل أنحاء المملكة مرتبطة بهذه الغرفة 12 في محافظاتنا بالإضافة إلى غرفة عمليات قليم البترة وغرفة عمليات الرمثة أي ملاحظة تردنا أخواننا المواطنين بإمكانهم يبعتون أي ملاحظة من خلال أرقام هواتف غرف العمليات وضابط ارتباط غرفة العمليات الرئيسية من خلال واتأب هي موجودة على كل منصات الوزارة الإعلامية وأيضا على المنصات الإعلامية للشركاء لديكم أيضا في المملكة هذه الأرقام بإمكان إخواننا المواطنين يبعتون أي ملاحظة من خلالها أيضا لدينا نظام أو تطبيق نظام بلاغات الأشغال بإمكان المواطنين أن يحملوا هذا التطبيق تحميل صورة فيديو أو تكست من خلال هذا التطبيق وأيضا تزويدنا بالموقع الجغرافي للملاحظة في حال وصول هذه الملاحظة لدينا تتحرك الجهة المعنية بالاختصاص للتعامل مع هذه الملاحظة إذا ما احتجنا دعم للشركاء يتم التنسيق أيضا مع شركائنا في الميدان نتحدث عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات نتحدث عن مديرية الأمن العام وأيضا الشركاء بأمانة عمان والبلديات ويتم التعامل مع الملاحظة بشكل فوري خطتنا تتركز خلال المنخفض القادم عنود بموضوع التعامل بشكل فوري مع الهطولات الثلجية إن شاء الله سنكون موجودين بالميدان للتعامل مع أي ملاحظة فيما يخص الهطولات وخصوصا أن المنخفض سيكون هناك تراكمات في كل أنحاء المملكة بالإضافة أيضا لا قدر الله إذا حصل انهيارات يتم التعامل بشكل فوري لضمان تقديم الخدمات لأخواننا المواطنين مهندسي نتحدث عن خطة طوارئ قسوة أعدت لمثل هذه الحالات الجوية غير المستقرة وهي بحاجة إلى جهود مضاعفة من قبلكم ومن قبل الكوادر التابعة لكم وهناك جانب آخر أيضا للمواطنين للتعاون على تنفيذ هذه الخطة ضمن مصارها الصحيح ما هي التحذيرات التي توجهونها إلى المواطنين خلال هذه الأيام التي تقع فيها المملكة تحت تأثير المنخفضة؟ أشكرك على هذا السؤال مما لا شك فيه المواطن هو شريك مهم وستراتيجي لألنا نتحدث عن فعالية جوية إن شاء الله إنها كل خير فيها وإحنا تباقين للتلج ومنحب التلج لكن إخواننا المواطنين ما نستهين بموضوع عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى يعني وأكرر إلا للضرورة القصوى نتحدث عن ثلوج المواطنين بطلعوا بلعبوا بالتلج إخواننا المواطنين الالتزام ما أمكن في منازلنا خلال هذه الفعالية الجوية عدم الخروج إلى الضرورة القصوى مرة أخرى عدم التجمهر في الأماكن المعرضة لهطولات ثلجية عدم ركن المركبات على جوانب الطرق لأن هذا الشيء يعيق عمل كوادرنا العاملة بالميدان أيضا إخواننا سالكي الطرق الخارجية موضوع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والهطولات المطرية والهطولات الثلجية وأيضا الالتزام بالقيادة الآمنة خلال المنخفض الجوي والالتزام بما يرد من تعليمات من كل الجهات المعنية بالتعامل مع المنخفض الجوي كوادر إدارة السير المركزية بالإضافة أيضا لكوادرنا العاملة بالميدان وعدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال كما أسلفت غرف العمليات الرئيسية نحن بدورنا نتمنى السلامة للجميع المهندسة عروب العبادي الناطقة الإعلامية باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان شاكرا لك على كل هذه المعلومات نعم أريجاني كما سمعنا وزارة الأشغال العامة والإسكان قمت بإعداد خطة طوارق قصوى للتعامل مع هذه الظروف الجوية الاستثنائية بدءا من يوم غد الأربعاء مجموعة من التحذيرات تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان ومؤسسات الدولة بشكل عام بتوجيهها إلى المواطنين ليكونوا شريك رئيسي في تطبيق هذه الخطة ومرور المنخفض الجوي القطبي القادم بإذن الله بكل يسر وسهولة إن شاء الله بإذن الله عنود رشدات مراسلة المملكة من وزارة الأشغال شكرا جزيلا لك